السلام عليكم ورحمة الله ورحبا بكم بخانات كليكوك معكم مليم بركات سنضيليكم اليوم التطبيق لي السر اللي اطاتنا للحلوية اسيا اللي كانت ضيفة في احدى حلقات سلسلة ضيف الله كانت اطات السر دي الخاميرات الفورية وهنا سنطبقها في الوصفة المعتمدة ديالي يعني ديال البهلة وغادي نشوف انو غادي زعطي النتيجة بقوا معايا الناس اللي متابعيني في انستغرام هشوفوا النتيجة البارح مباشرة كنت سجلت الفيديوهات ودبا غادي نشوفو هنا الطريق على اليوتيوب وغادي نعطي المقادير للبهلة المعتمدة عندي ولكن اللي غادي نضيف لها ان شاء الله الخاميرة الفورية وايضا مكنين على القناة عدة وصفات ديال الغريبة للبهلة بالبخالين بالكوكاو يعني عدة وصفات غادي نحطي لكم الرابط اسفل الفيديو هذه وصفة معدلة عندي من غير اللي حطة ان شاء الله في القناة جربوها كتجي رائعة وزوينا ومشقة ان شاء الله غادي نبدو اول شي بالمقادير غادي نحتاجو اول شي للطقيق عندي هنا يا نس كيلو ديال فورس او لخمسمائس جرام ديال الطقيق الابيض او لنس كيلو فورس غادي نحتاجو ايضا هنا الزيت ما بين 150 و 170 ملت يعني كأس عنبه عامر واحد شوية نقدرون زيدوا واحد شوية ديال الزيت نباتية عندي سكر 150 جرام يعني كأس عنبه عندي هنا الزنجلة تقريبا نس كأس عنبه عندي زبدة 125 جرام ديال الزبدة حيوانية يعني نس رابعة ما الافضل يعني كأس عطي واحد للد البهلة وانا عندي اللوز تقريبا 150 جرام 140 جرام من الميون ثم مطالعين تفشح المددسو اللوز جح المزيان عندي هنا الخميرة جوج باكيد ديالخميرة 14 جرام وانا عندي معرقة كبيرة ديالخميرة الفورية او الخميرة ديالخوز ولكن الجافة يعني ماشي طرية ديلوا الجافة معرقة كبيرة وعندي هنا واحد معرقة صغيرة ديالقرفة وبالطبع غادي تكون عندنا الملحة قبصة من الملح اول شي غادي نضرب هنا الزبدة مزيان مع السكر يعني هذا سكر عادي ماشي سكر غلاسي هنا اعطرت اني ندير الحلقة يعني في فيديو عادي يعني مشي ثلاث دقائق باش نعطي شرحوا في البهلة اللي بقي يعني كي يلقى مشاكل في البهلة هنا مهم جدا تضربوا الزبدة مع السكر انا ديالطريقتي يعني ما كان كيني كي يدير الزبدة يللخر مع الزيت ولكن انا كنفضل بها الطريقة عادي ما هي تحتاجوش تدلكوها بزاف هنا اما غا تخدموها بالربو اولا غادي تديروا بيديكم اني تخدموا الزبدة مع سكر مزيان غيب اللي يدين من بعد تك تخدم مزيان وقعدك تضيفو دقيق يعني غادي تضيفو جميع المكونات الجافة غادي تضيفو الدقيق الخميرة القرفة الزنجلان غادي تزيدو اللوز بالطبع تيكون اللوز محمر ومهرمش انا الزنجلان مثلا حموش ممكن انكم تحمروه في شوية نصف وهنا اللوز كما قلت لكم 8 جرام 10 جرام كاس عنباء تضيفو البهلاء مقرمشو اللوز فيها الداخل وتهورها تعاون انها تفرقع يعني هذه اللوز لا تضيفوه متحون بزاف لا يعاونكم ان البهلاء تضيفوه هنا تضيفوه الزيت بشوية بشوية يعني ما تضيفوه الكيمياء كاملة يعني انا قلت 150 مليلت يعني كاس عنباء قدروا تضيفوه شوية مهم تشوفوه هذا القاوم اللي غا تحصل عليه ما تضيفوه الزيت مرة واحدة وصافة ومزيان وتجمع ومزيان ولكن قوغي بشوية بشوية ودلكوه مزيان او لهاك بالآلة سوف تحسوه بان العجينة كتتجمع وكتتكور هنا غادي نضيف مزال غادي نضيف مزال كيمياء اخرى ديال الزيت يعني كم قا نقلب يعني انا كنا نخدمه وانا تنقلب العجين وكنشوفوه شكتتكور ولا لا هي مختاش تكور بسهولة يعني تكون مياد قادي ستجيم زيتة بزار يعني مش كتتكون تبريكم سهلة تجمعيها شوية بيدك قاعد تكور لك كما قلت مش مكتتجيش تكون شي فلا بخصوك تحسو بها ميدة ما بزاف وهنا كنقلب صافي مني كتبالي راه كتتكور ليا في الدي صافي راه كان مدان بسطة يعني كتعني انها جاهزة نرى ما كتحتاج لا تباتلة بقالة شي حاجة مباشرة وجربوها بالزبدة لتأتي واحد المدق رائع خلاص الاخذيتو شي زبدة ماركة مزيانة مني كنقل حيوانية يعني راه يزبدة لعبار صافي هنا رواجدة باش نكورها هاد السواني هادو هما اللي تيجو هكذا كتكتجي البهلاء خوية من التحت رشيتهم بالدقيق الصينية رشيتها بالدقيق وغادي نكور فيها المشي ضروري غير باش كتعاونها انها ما كتزلقش وكنكورها كنبسطها وكنحاول نتبتها شوية على الصينية بزار تسولوني يسولوني في انستغرام مواجش زميلا مكانتش هاد لطة انا عندي فيديو في القناة يعني بلال لطة البهلة غير هي مني سكوروها بحالة توقفوها واحد شوية يعني بحالة تحذبوها تديرولها واحد القبة من الفوق باش كتعاونها انها تتفرقع وباش هاد السينية باش مزيانة يعني ما كتجي خاوي وما كتجي عامرة بزار كذلك صافي هنا كتلاحظو ان انا كنحاول نطبزها واحد شوية ومن انا كنعبرو مشي يجي مقاعدين منشي ضروري كندل فات قريبة 25 غرام كده منشي ضروري بعد صافي راح كان ندخلها مباشرة الفران من الافضل البهلة ستكوروها دخلوها الفران يعني هاد المقادر وقبل هاد العجينة هالي مباشرة يعني كوروها ودخلها هنا اطياب وكل شو في البهلة هنا غادي نجرب معاكم في الفرن انا حي تخديت فرن اخر يعني مغالي كان عندي انا ملف البهلة في الفران دياري هداف فران بشالغتو نونت هنا بالمرواحة هنا سخنتوا على 300 يعني 300 دراجين سخنتوا مزيان إذا عندكم دير الغاز عادي سوف يتخنوا مزيان يعني من يتخنوا مزيان يعني 10-15 دقيقة يعني يبقى يتخنوا مزيان هداف فران بشالغتو نونت هنا سوف يتخنوا مرواحة سوف يتخنوا مزيان ومن بعد ذلك يدخل البهلة سوف تبطيه بالنسبة لشالغتو نونت اما الفران عادي سوف تبطيه الى 180 إذا كان الفران ديار الغاز سوف تنقصوا العافية لكي لا تشوت لكم البهلة يعني كل فران على حساب سوف نحاول نعطي جميع الحلول لقاء الفران لانا صراحة اندباء خدمت في الليب المرواحة خدمت الليب المرواحة وبالزابت يقولوا انها تنجحها غيف الفران ديار الغاز لانا الفران ديار الغاز كان جادو فيه كيف كان يسخنوا الفران زيان اما وراء تل ديار الضغي يحتاج وقت طويل انه باش يسخن هذا هو الفرق سوف تسخن الفران زيان يسخون 10 دقائق واني تبدأ يسخن في نفس الوقت سوف يسخن في نفس الوقت سوف تحسيبه وراء سوف تدخلي الحلوة اولا البلا نقصي لا تشوت لك هنا سوف تلاحظوا عندي جسواني سوف نشرح الفرق في انستقرام البالح الطريقة ديال البلا ان هذه اللي تشوفها بحلها مشققة شوية خفيفة كان الفران سخن 275 لم يكن سخن كثير لان اللي تلاحظوها في الجنب وكانت تشققات عنيفة قلت لهم في جرنا وبالبالح في انستقرام تحسيبها تشققات كبيرة هذا كان الفران سخن 300 غريلا لاحظوه في الجنب بحلها تشوت شوية بحلها تهبط حرارة من الدخل يعني 275 كان كافية سوف تنقص لها العافية كانت تحمر مزيان وكانت تذكرت أني أنا راتم بغير البالحة تكون محمرة يعني كي لي تخلجها بيضة أنا صراحة كتعجبني البالحة تكون محمرة تتجي مقرملة في نص الوقت يعني رتبة مقرملة في نص الوقت لان فيها الزبدة كتعطيها البنو كتعطيها تذكر رطوبية وكتبقى صراحة نبقرها للمدة طويلة يعني هنا بالنسبة للوقت سوف نتخلها سوف نهبط الفران الى كان بالفرفارة 160 كان العادي 175-180 كان قذرة سوف تحبط حلقة طيبوكيكة سوف تتحملها وكتبقها من الداخل لا تجد أرطبها وعندما يريد ان ارتبارها سوف تتحملها 15 دقائق ويخرجها تبقى بيضة والذي يريد ان تحملها سوف تتحملها الى 20 دقائق يعني في الفران او إلى 25 دقائق سوف تتحملها سوف يخرجها قد نموها بالهنائي والشفاء هذا هو التطبيق لا قادر بالبالة ولكن بالحيلة الخاميرة الفورية لا تنسوش التدخل عن الحلاوية سوف ندلكم ترابط القناة ورابط الحلقة اللي دازت معايا في ضيف الله اكترت عليكم شيء الهضراء ولكن حيث بدرت الحلقات بالدريجة ملفت اللغة عربية كي كنتك شي مختصر مفيد ولكن البلات سر ديالة كامل في الطياب يعني رغم ما قادر رغم كل شيء سر كله في الطياب اني ضروريك سوف ننفصل في الموضوع باستفادة ونطلقم ان شاء الله فيديو اخر فهقفر على القناة ان شاء الله كنشكركم على المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة ماreiben الحتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة